شكرا انا دايما بقول للابا والنمهات انتم والطالب قادرة قدراته العقلية ازاي انا ابني دخل سنوية عاما خلي بالحرك انا عايز اقول لك نقطة ازاي ما قلت من شوية من قيمة كام سنة كنا بنعاني الطلاب شعبة العلم علومة وعلم الرياضة عددهم مليم وادبي عددهم كبير جدا دلوقتي انا عاكست علم علومة استاذ يوصف عددهم سنالي حوالي تلتمية حاجة وتسين الف طال علم ادبي ميتين ستة وسبعين الف طالب يعني علم علوم حوالي كده خمسة وخمسة في المية اه علم الرياضة عددهم تلتمية تلتمية وتسين الف طالب طب ايه اللي خلي الآية تنعكس ان الادبي كلياته محدودة اللي هي زي ما نحن نقول اقتصاد عن سياسية ألسن اعلام بعد كده كله عادي اخش علمي فينفع اخش بتاع كلات العلم وكلات الادبي مقبول انا اوه خلي بل بحرك هنا فيها نقطة واشكالية غريبة جدا كليات العلمي طبعا متعددة اه بيدرج بيها جدا وبالاضافة لها كليات اللي هي تسمى مش معترفة بالكمة في ادبي لا تعتبر كمة في علم يعني يمكن تلاقي كمة في ادبي واخدها مسلا من خمسة وثمين في المية واخدها في علمي اتون وسبعين في المية الله العظيم انا منتغى التناقض انا احترت اولا كهين الاول اشكرك يا دكتور جدا انا رأي وجودك معنا النهار وعلى الجهد اللي بتبزله فيه توضيح الامور وفيه المحاولة ان احنا نطلع لقدام تبقى للسبل الحديثة ده مبدئي ويمكن انا اذا سمحت لنفسي ان انا اهوش انا من الناس اللي فعلا حقيقي كمان انا بحترم اوي 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 وزير التعليم العالم لانه راجل دغري ونزيه وعالم وعاوز يطور ومن هنا انا ادعو انه لازم نفكر في قصة التنسيق لازم نفكر في قصة التنسيق بالضبط هو احنا ورسين وهو مسك علينا زل التنسيق ده هو في حاجة في الدنيا اسمها التنسيق بتطلع تجري ورانا مثلا بيخوفنا في حاجة التنسيق ده انا مش قادر افهم والنا ثم انه مسألة وجود اختبارات للقبول داخل الكليات سوف يشجعوا على المحسوبية او قدموا التهم بمحسوبية يا جماعة اللي عاوز يصيغ اتهامات ويلقيها ويطلقها او يفضل يطلقها ادي واحد اتنين او احنا بنقولش كده احنا بنقول يا جماعة الكليات تطلب مواد التخصص تقول كده انا ما باخدش عندي غير مواد تخصص بدرجات لا تقل عن كزا ما هو ده شكل اشكال التنسيق بس تنسيق متخصص ورشيد تنسيق زكي اطلب ان يبقى فيه اطلب ان انا اعود مع الطالب اشوفه ولا اسمع منه لو انا فيه امر ما بالنسبة لي غير واضح في الموتيفيشن لتر بتاعه اطلب ان انا اشوف درجاته في تالتة اعدادي عشان اشوف حجم شغفه واسراره على دخول هذه الكلية موجود ولا هي مسألة انه نجح بالحظ ولا كان صمم شويتين مسألة ما هياش معقدة يا دكتور بص يا زيوسف برضك عشان برضك موضح للناس قولي اخير ماشي يا فنه فيه كثير من المعايير دي مطباقه عندنا اصلا كلية التبرزي محررك عارف اللي بخشاء الطلبة الجابين مجموية عالية وده اوتوماتيك ببجاية مجموية عالية في المواد المختلفة بالذات مواد العلمية عشان يبقى نفع مجموعة تمام؟ حتة القدرات ديت موجودة بس في القليات اللي بتقبل بقدرات خاصة زي الفنون الجميلة وفنون تطبيقية وتربية موسيقية وتربية الفانية وكلا بس احنا بنكلم عام منظومة بالكامل لازم يكون السلسل واحد في جماعة الكليات وليحنا نغير بمكتب التنسيق واتطفق معا قلب المقالب موسيقى